تزوجوا وقسموا المصروف 50-50 هاد العبارة مبقاش صادمة بحلق قبل اليوم مجموعة ديالشاباب موافقين عليها وفئة اخرى من هاد الشاباب رافدينها رافد قاطع وما موافقينش على ال 50-50 مشاهدي اش نيوز مرحبا بكم موضوع حلقة اليوم هو 50-50 في المصروف ما بيلي كوبل لي الله تزوجوا او للي مقبلين على الزواج قبل ما نقرر مناقشة هاد الموضوع معكم اليوم سمعت مجموعة ديال القصص المجتمعية اللي احيانا كتصلحت للأسر اللي البعض منها كيرفض وكيحرض ضد هاد الفكرة والبعض كيشجع لمسألة تعاول الاسري ما بيلي الازواج خاصة انهم في البداية ديالهم في ضل التحولات المجتمعية والاقتصادية وغلاء الاسعار المستمر اللي للأسف غالب الاحيان سالر واحد ما كيكونش كافي فقبل ايضا ما نحللو مني نجات هاد الفكرة وعلاش مني بدتك تنتشر خلقات جدل كبير عند الشباب غادي نسمعو اراء ديال الشباب اللي كيهمهم الموضوع وليتشاركوا معنا الرأي ديالهم كالعادة قبل ما نقول واش انا معاولا ضد 50-50 بالنسبة للراجل والمرأة في المصروف ديال دارو وهذا دارو اللي نشيرو لان هذا موضوع خلق جدل في السنوات الاخيرة وملي كيكون جدل وكيكون نقاش كيكون مشكلة هنا المشكلة هو مادي بالأسس ونرجعو خمسة سنوات الوراء المغرب عاش ازمة اقتصادية وخرج من ازمة ديال كوفيد وازدع لها واحد تغييرات مجتمعية كبيرة وقعات في المجتمع المغربي واهم حاجة هي الترسان القانونية وانا كنخص بالذكر مدونات الاسرة والتعديلات اللي جاوه من بعد بالنسبة لي انا الراجل دارو يكون قوام على دارو وعلى مراتو سواء كانت مراتو خدامة ولا ما خداماش وإلا كانت خدامة فاش غاد صرف مثلا هي هاد المشلوث سعادفين غاد صرفهم غاد صرفهم على دارها وعلى ولادها وعلى رأسها وعلى رجلها الزواج راه هو الألفاء والرحماء وتكوين مش شمع صغير من أجل بناء مش شمع كبير بالنسبة للسيجي هذا زي ما صراحة أنا بأموة ما فيها بس المرأة إلا كانت خدامة وكانت أندي بطنطن تعاون شوية الدار في الدار تريها كحوايج للدار اللي كانوا عندها الدار يقرر تريهم حوايج تريك أتس دي الدار لابغت تعاون هي لحقا احنا زي ما كان بغي بكشيز مزوين لقد لعنا لكشي بزاف الرأس للفراش لأتات المصروف المصروف إذا كنت تشوف رجلها أنه قاد مئة في المئة على المصروف أوكي ما تصرف موالو التعاون هي في الدار ما إذا كنت تشوفه ما قادش مزير وعارفة الصالغ وعارفة كل شي لا يوجد مشكلة لتعاون رجلها لحقا الحياة زوجية كتبغي المساعدة وكتبغي تعاون الأراء ستختلف كالعادة فكل واحد المنظور لهذا الموضوع للزواج في الوقت الحالي فكين اللي موافق على الفكرة دي الخمسين خمسين وكتبغي أنها الحل الأنسب لاستمرار العلاقة وكين اللي كيحدد النسبة اللي ممكن لمرة تساهم بها والنسبة اللي هو ممكن يساهم بها وكين اللي رافض هاد الفكرة رافض قاطع في دل الترابات المادية اللي كنشوفها أصبحت جائحة كتدرب العلاقة بالرغم من الحب ومن الأسس القوية اللي كتكون بنية لها فغدين سمعوا جميع الرأي دي الأخصائية النفسية حفصة سنوسي اللي غادي تجاوبنا على هاد الإشكالية وتفهمنا مني نجات أي مني نجات أصلا هاد الفكرة دي الخمسين خمسين والأثر ديالها على العلاقات الزوجية اللي كتكون في بداية ديالها وأيضا تعتني صائح الشباب اللي مقبلين على هاد الغم أول نقطة اللي خستني نوضح أن علم النفس دائما كيمشي مع الراحة ديال الشخص أو ديال الفرد يعني سواء درتو خمسين خمسين في العلاقة الزوجية أولا درتو كتر واحد يعتكتر أولا واحد يعتقل هاد شي ما كيهمش اللي كيهم هي أنك فاش غادي نتفق على واحد الحاجة غادي نكونوا مرتاحين فيها بجوج ده بغالبا شنو كيوقع أن الأهداف كتختلف أولا كتبدل من بعد الزواج يعني قبل الزواج كيكون هذا معين أن مثلا ذاك البنت بغا تتسوج بغا تستقر وكتشوف أن الشخص اللي معاه ما قادرش أنه يتحمل بعض المسؤوليات المادية وهو كيشوف أن هادك الشخص أو لذاك الزوجات تقدر أنها تعاونه بزاف ديال المصارف لكن شنو كيوقع اللي كيوقع هو أنه بعد الزواج الأهداف كتختلف والحمل كيكتر وتتقافة كتها هي كتلعبوا حد الضور شنو كيوقع أن المرأة كتعيها مثلا في واحد الخدمة كتولي عندها واحد مسؤولية واللي هي كانت واعية بها ولكن كتلقى راسة أنها كتدير واحد المجهود اللي ما بقاتش قادرة عليه أو اللي بغت تبدل الخدمة وما قادراش الرجل كذلك كيحس بواحد مسؤولية كبيرة بحكم الظروف ديال العمل وبحكم أن الماديات ولو كتاري ونو محتاجين بزاف ديال الحويش في النهار كيوقع واحد الخلل ما كيبقوش بجوجه هم مرتاحين وبحكم الثقافة ديالنا اللي كتمشي أن الراجل اللي خاصو يصرفو أن اللي ما صرفش لا دارو يعني ما خاصوش ما كيتحملش مسؤوليات دارو يعني ماشي راجل كيف ما تنقولو كتأثرته على الراجل لأنه كيحس أنه غير مسؤول وما قادرش يتحملنا فقط ديال واحد الأسرة دونك هو ما كيحس براسه ما مرتاحش وهي ما مرتاحاش وكيبقوا يتزادوا المشاكيل والأهداف كتتبدل وكيقولو أنه من الأحسن تفارقو وتولي المرأة أنها مسؤولتها هي على المصروف ديالها والراجل مسؤول على المصروف دياله وصافة ونتفارقوها كيكون حسن دابا الفكرة أصلا هنا الحل هي أن الفكرة تبدل من الأول أنا شخصيا كيبق ليكو الأحسن طريقة والأحسن حاجة ممكن تكون بين الزوجين ما يكونش داك التفكير النماطي أو التفكير اللي تعودنا عليه فاشك الناس صغر لأن المجمع كله تبدل والاقتصاد تبدل إذن لخلق حياة سالسة بدون مشاكل وفق الأخصائية خصنا نأمنوا بالفكرة ديال أننا ناخدو الحياة من سهلت بعيدا عن الأطار أو الأراء ديالناس اللي دايرين بينا فكيني الناس أو ديكوب اللي أمنوا بالفكرة ديال 50-50 وبنت أنها مثل لك هم وافقين عليها ولكن للأسف بحكم الضغط العائلي أو للضغط ديال أصدقاء فمثلا بزاف ديال البنات كيسمعوا الفكرة ديال شو في فلعنا رجلها ما كيخليهاش مستالير ديالها أو لاش كون الرجل في الدار واش نتي ولا هو فكل هاد الأفكار ممكن أنها تأثر على هاد الكوبل اللي وفي بداية ديال المصار العلاقة دياله وهو ما بالرغم من أنهم توافقوا على الفكرة ولكن تأثير الخارجي كيأثر في نهاية المطار لذلك من الأفضل توافق قبل الزواج فأي كوبل بغي خود هاد الغمار ديال الزواج يقلصوا ويترحوا جميع هاد النقاط ويتنقشوا عليها بدون خجال هل يليك وهل يليك لضمان استمرارية في العلاقة خاصة أننا كنعرفوا اليوم أن هاد الترابات المادية وليس كتأثر بشكل كبير على هاد العلاقات الأسرية المستقبلية مشاهدي اش نيوز كان هدا هو موضوع حلقة اليوم والأي واحد بغي شاركنا الرأي دياله أو لا بغي تقسم معنا القصة دياله معني غير يتوصل معنا على الرقم أسفل الشاشة نتلاقوا في موضوع آخر كيهمنا جميع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر